من الأشياء العجيبة التي حدثنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حديث يدلنا على تاريخ الصحراء في الجزيرة العربية أو على أرض العرب إجمالاً ويحدثنا عن شيء سوف يحدث بعد فترة من الزمن يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً سنتعرف عليها الآن سوياً ولكن لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع لنشاهد المقطع سوياً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً رواه مسلم طبعاً هذا الحديث لا يمكن أن يتصوره إنسان يعيش في القرن السابع الملدي أي في العصر الذي قيل في هذا الحديث لأنه لا أحد يتخيل أن الصحراء ستنقلب إلى مروج وأنهار ولو تخيل ذلك لا يستطيع أن يتخيل أن هذه الصحراء كانت فيما قبل مغطى بالأنهار والبحيرات والنبتات والمروج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى حدثنا عن هذا الأمر وهذه معجزة تشهد على صدق كلامه ولم تنكشف أمامنا إلا حديثاً جداً في منتصف القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون ما يسمون دورة الطقس أو دورة المناخ ووجدوا أن هناك دورة للقرى الأرضية ليس حول نفسها أو حول الشمس أيضاً فالآن الأرض تميل أثناء دورانها على محورها بحدود 23 درجة ونصف وبسبب هذا الميلان ينشأ كما نعلم الصيف والشتاء والربيع والخريف ولكن هذا المحور مثلاً قبل ألاف السنين كانت درجة ميلان أكبر مما هي عليه اليوم وقبل ذلك كانت أكبر ولذلك فإن الأرض كانت تمر بعصور يسمونها العصور الجليدية ومنذ أكثر من 20 ألف سنة كانت أوروبا قرأت أوروبا مغطاة تماماً بطبقات من الجليد يبلغ سمكها مئات الأمطار هذه الطبقة التي غطت قرأت أوروبا بالكامل قالوا إنها حدثت في العصر الجليدي منذ أكثر من 20 ألف سنة لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً مروج يعني جمع مرج وهو البستان أيضاً وأنهاراً النهر معروف هل هذا يا جماعة هل كانت جزيرة العرب أصلاً مروجاً وأنهاراً أم لا؟ بدأ علماء وكالة ناسا في رحلتهم حول كوكب الأرض باستكشاف المناطق الأثرية والمناطق التي تحتوي الثورات الطبيعية مثل الغاز والبترول وأخيراً قالوا لماذا لا نبحث في صحراء الربع الخالي وهي صحراء تمتد ألاف الكيلومترات وهي خالية تماماً يعني لا تكاد تجد فيها إنسان ولا بشر ويستحيل على عقل إنسان أن يصدق أن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطى بالأنهار والمروج وبعد استخدام تقنيات المسح عن بعد وجد العلماء أثاراً لغابات كثيفة ومروج تمتد لألاف الأمطار ويقول العلم الذي أشرف على هذا الاكتشاف قال بالحرف الواحد إن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطى بالأنهار والبحيرات العذبة والنبتات والمروج وأن هذه المنطقة كانت في ذلك اليوم أي في الماضي أجبه بأوروبا اليوم يعني كانت تماماً تجبه أوروبا في أنهارها ومروجها وأشجارها ومن الأشياء العجيبة التي حدثنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حديث يؤكد أو يدلنا على تاريخ الصحراء في الجزيرة العربية أو على أرض العرب إجمالاً ويحدثنا عن شيء يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً إن منطقة الربع الخالي تشكلت قبل حوالي مليوني سنة ولكن هذه الصحراء لا تبقى على حالها بل تتبع نظاماً جيولوجياً مدهشاً حيث نلاحظ أن الأنهار والغباد تغطي هذه المنطقة كل فترة من الزمن أرسلت وكالة ناسا ذلك القمر الصناعي التابع لهم وبدأوا بالتقاط الصور بالأشعة تحت الحمراء وبأشعة الراديو وباستخدام كل التقنيات المتاحة لديهم وبعد أن أخذوا الصور هذه الصور تظهر لنا ما تحتوي الأرض على العمق عدة أنطار وتغطي مساحة 8000 كم مربع من الربع الخالي وعندما قاموا بعرض هذه الصور وجدوا أشياء عجيبة فقد وجدوا أن هذه المنطقة فيها أثار كثيرة لأنها قديمة إنها كانت تتضفق بغزارة ووجدوا أثاراً لبحيرات أيضاً وقد تم تلوين الأنهار باللون الأزرق في الصورة يتبع الدكتور والعالم قبل 37 ألف سنة وحتى 17 ألف سنة كانت مغطاة بالمروج والأنهار العذبة ثم بعد ذلك حدث تغير في المناخ وتشكلت الصحراء من جديد وبعد ذلك أي قبل 10 ألاف إلى 5000 سنة عادت وغطت بمروج والغابات والبحيرات والأنهار وهكذا وفق دورة عجيبة وقد عثرنا في منطقة الربع الخالي على أسنان لفرص النهر وكانت بحالة جيدة وعثرنا على أثار لمخلوقات نهرية عديدة وحيوانات مثل الجمال والخراف والغزلان كانت ترعى ذات يوم هناك ويتسأل العلماء هل يمكن للأمطار الموسمية أن تعود بغزارة إلى منطقة الربع الخالي فتعود البحيرات والمروج والأنهار من جديد؟ هناك بعض المؤشرات لذلك ففي صيف 1977 جاءت أمطار موسمية ونزلت في الشمال الشرق لربع الخالي ولكن بنسبة محدودة وغطت صحراء الربع الخالي ب650 ألف كيلو متر مربع ويقول العلماء أن هذه المنطقة وبسبب تغير دورة التقس سوف تعود إلى وضعها الصابق أي كما كانت بالضبط كما كانت مغطاة بالأنهار وبعد فترة ستعود هذه الأنهار كما كانت إذن نحن أمام دليل مادي موثوق أن هذه المنطقة كانت مغطاة بالأنهار وسوف تعود كما كانت عليه وهي الآن عادت بالفعل وهذا ما أشر إليه الحديث النبوي قبل 14 قرنا لا تكون الساحة تتعود أرض العرب مروجاً وأنهارا والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حتى تأتي المروج والأنهار لا بل قال حتى تعود لماذا؟ نستطيع أن نستنتج إنها كانت كذلك وتعود إلى ما كانت عليه وهي الآن عادت بالفعل فأرض العرب كانت مروجاً وأنهاراً وستعود وهذا ما يقوله العلماء بالحرف الواحد وصوروا وأكدوا بأجهزتهم ولذلك نحن اليوم أمام حقيقة يقينية لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يشكك في صدقها بل يقولون إنما يميز صحراء الربع الخالي قبل عدة ألاف من السنين إنها كانت مغطاة بالأعشاب والمروج بشكل جزب الكثير من الحيوانات إليها لقد وجدت دكتور فاروك الباز مدير مركز الاستشعار عن بعده في جمعة بوستن الأمريكية أن النهر يمتد لمسافة طويلة دافنته رمال الصحراء في الربع الخالي وهذا النهر كان موجوداً قبل ستة ألاف سنة ويبلغ عرضه ثمانية كيلو متر وطوله ثمانمائة كيلو متر هذا النهر كان ينبع من جبال الحجاز ويمتد ويتفرع إلى دلتة تغطي أجزاء كبيرة من الكويت حتى يصب في الخليج العربي ولقد قام علماء من وكالة ناسا بالبحث عن الصحراء في جزيرة العرب ووجد أن هذه الصحراء كانت ذات يوم مليئة بالأنهار والمروج وحيوانات كثيرة كانت طرعة وهي أجبه بأوروبا اليوم ووجد أن نفس الحقيقة تنطبق على الصحراء العربية جنوب ليبيا ولقد نشأت حضرات كثيرة في الجزيرة العربية عندما كانت مروجاً خضراء وتضفق الأنهار بالمياه الجارية وتحول منخفضات إلى بحيرات زاخرة بالحياة وعمرة اليابسة بمختلف صور الحياة الأرضية كما وصف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده حتى صحراء الربيع الخالي والآن ظهر عدد كبير من هذه الصحراء مروجاً وأنهاراً وثبت أن بها أعداداً من البحرات الجفة والمجاري المائية القديمة المدفونة تحت رمالها وأن تلك البحرات والمجاري المائية كانت زاخرة بالحياة ومتضفقة بالمياه إلى زمن قوم عاد الذين أقوموا في جنوب الجزيرة العربية حضرات مادية لم يكن يدينها في إزدارها المادية حضرات أخرى وكانت تلك الحضرات تصدر إلى أوروبا البدائية في ذلك الوقت الفواكه المجففة والبذور والبخور والعطور والأخشاب والذهب والفضة شكراً لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الأعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة شكراً لكم شكراً لكم